النهاردة هقولك على أربع أسرار في علم النفس العكسي لو استخدمتها مع أي شخص أنت بتتعامل معاه سواء بينك وبينه علاقة أو حتى ما فيش بينك وبينه أي علاقة ولسه بتتعرف عليه فتأكد أن الأربع أسرار دول هيخنك قادر بمنتهى السؤولة أنك تسيطر على عقل الشخص اللي قدامك ده وقلبه كبير قبل ما نبدأ في موضوعنا حابب أعرض عليك مجموعة من أهم الكتب اللي نزلت في الفترة الأخيرة واللي بتتكلم عن كل المشاكل اللي بتقابلنا بشكل شخصي وبتقدم حلول عملية لها المجموعة دي متكونة من جزئين وتم تألفها في أكتر من ست سنين الجزء الأول من المجموعة كتاب اسمه كيف تبتزن الجزء ده بيتكلم عن الاتزان النفسي وإزاي تقدر تتحكم في أفكارك ومشاعرك وإيه هي الطرق اللي ممكن تشلينه نجحين أكتر في حياتنا العملية والكارير بتاعنا كمان الكتاب ده بشرحنا إزاي تقدر تطور نفسك بشكل حقيقي وقايد بعيدا عن طرق التنمية البشرية المبتزلة اللي ممكن ما يكونش لها أي فايدة أما الجزء التاني من المجموعة كتاب اسمه قوة التواصل وده بيقدم لنا حلول عملية لمشاكل القيادة والكاريرزمة والتأثير في الأشخاص اللي حوالينا وكمان إزاي نقدر نتغلب على الأشخاص السامة اللي في حياتنا الكاتب بشرح لنا إزاي كل الأمور دي كانت عقبات في حياته وإزاي يقدر يتجاوزها وإيه هي الطرق العلمية اللي ممكن أي شخص يعملها عشان يغير حياته على المستوى النفسي أو على مستوى الناس اللي بيتعامل معاهم الكتاب مكتوب بلغة سهلة وبسيطة حتى على الناس اللي مش بتحب القراية وهسيب لك لينك الصفحة في أول كومنت يلا نبدأ موضوعنا أول خطوة واللي هتساعدك جداً إنك تسيطر على عقل الشخص اللي قدامك وهي أنت بتتكلم معاه أثناء حدثكم استخدم معاه أسلوب الجماعة في الكلام حاول في كلامك معاه تحسسه إن انت هو واحد يعني بدل ما تفهمه إنك مبصود بحياتك فاهمه إنك مبصود بحياتك معاه بدل ما تقوله إنك سعيد بدراستك أو بشغلك المديد فاهمه إنك سعيد بالشغل لإنه هو معاك فيه أو لإنه جنبك أو لإنه معاك أنت مستمتع جداً بالفترة دي من حياتك لإنه معاك فيها بدل ما تقوله مثلاً أنا بفكر سافر قوله أنا بفكر نسافر يعني حاول دايماً وإنت بتتكلم معاه بتتكلم معاه بصيغة الجامعة والهدف من كده حاجة مهمة جداً إن ده بشكل لا شعوري هيقنع عقله إنه يعتبرك شخص منه جزء منه لازم يتعاود على فكرة إنه هو شخص واحد ويتعتبر الخطوة الأساسية في الفيديو بتاع النهاردة وهي إنك تستعمل مع نظام المكافأة عايزة أسألك سؤال بسيط جداً هنفترض إن انت شخص مدمن على شرب القهوة أو على التدخين مدمن على النوم أو مدمن على الرياضة أو مدمن حتى على شخص معين سؤالي لك هنا إيه هي الحالة اللي بتخليك مدمن على الشئ ده تفتكر ليه إنت أصلاً مدمن على الشئ ده الإجابة بسيطة جداً وهي إنك بتستمتع لما بتعمل الشئ ده بتستمتع لما بتدخل صجارة بتستمتع لما بتشرف فنجان قهوة بتستمتع لما بتشوف الشخص الفلاني يعني بمجرد ما بتعمل الشئ اللي إنت مدمن عليه ده فبتحس بمتعة كبيرة جداً لكن يا طرق إيه اللي هيحصل هنا لما ما تعملش الشئ اللي إنت مدمن عليه ده اللي هيحصل هنا إنك هتفكر في الشئ ده باستمرار هتستنى الوقت اللي هيجي وتعمل فيه الشئ ده لإن عالك بيفكر في المكافأة بيفكر في المتعة اللي هيلاقيها لما يعمل الحاجة دي وده هو نفس الشيء أو نفس المبدأ اللي لازم تنفزه مع الشخص اللي انت عايز تعلقه بيك أو اللي عايز تضاعف تعلقه بيك لازم تستعمل معاه نظام مكافأة وده نظام بسيط جدا بيتكوم من خطوتين بس الخطوة الاولى ان الشخص ده لما يكون معاك بمعنى انه لما يكلمك او لما يهملك ايا كان يعني بمجرد ما يحصل تفاعل بينك وبينه او تواصل بينك وبينه فلازم تعتمي بيه جدا 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 عايزك تبلغ في اهتمامك بالشخص ده هتقولي ازاي يا دكتور ده انت بتنصحنا دايما ان احنا منبلغش في اهتمامنا هقولك عندك حق لكن الطريقة اللي انا بشرحها لك دلوقتي من اساسياتها انك تعتمي بالشخص اللي قدامك بشكل مبلغ فيه جدا لما يكون معاك لكن بمجرد لما يبعد عنك لازم تهمله تماما لازم الشخص ده يحس ان انت شخصين في نفس الوقت شخص بيهتمي بيه جدا لما يكون معاه وشخص بيهتمله جدا لما يبعد عنه ببساطة لانه لما هيكون معاك وياخد منك الاهتمام والمشاعر فده يخليه حس المتعة جبيرة جدا وهو معاك وبمجرد ما يبعد عنك ويلاقي ان انت بتهمله تماما وبتتجعله وبتهتمش به ولا بتتواصل معاه فانا هيبدأ انه يفتقد المتعة اللي كان بيحس بيه معاك وبالتالي المتعة دي هتكون هي الشيء اللي بيحتل تفكيره طوله وهو بعيد عنك وطالما انت ما بتهتمش به ابدا طول ما هو بعيد عنك ولا بتتواصل معاه فبمجرد ما يرجع لك مرة تانية عايزك ترجع تديره نفس درجة الاهتمام المبالغ فيه اللي كنت بتدهاله مرة تانية يعني خلي اهتمامك به يكون عبارة عن مكافأة لانه رجع لك لانه لازا فيك وكده انت هتلاقي نفسك دايما بتحتل تفكيره بمجرد ما يكون بعيد عنك لانه يكون دايما مشتائن وياخد المكافأة اللي بيلاقيها منك لما يكون جنبك اما لما يبعد عنك فمش هيخب منك اي احاجة والغلط اللي بيرتكبوا اغلب الناس انهم بيهتموا جدا بالشخص اللي معاهم لما يكون قدامهم وحتى لما يبعد عنهم بيفضلوا مستمرين ان هم يهتموا به وده اللي بيصليهم يقعوا في فصل ان الشخص ده يزهل منهم ويهتمش بيهم ابدا لكن انت هنا هتعمل العكس انت هتهتم به بس لما يكون معاكه بمجرد ما يبعد عنك مش هتهتم به ابدا والخطوة التالتة واللي منصحكش ابدا تستعملها محد الا اذا كنت حاسس من انت جد في علاقتك في الشخص ده وعايزه من كل قلبك لانه حرفيا هيتعلق بيك تعلق يمكن يكون تعلق مراضي والخطوة دي هي انك تحاول تبني مخططات معاه طب ازاي؟ هفهمك لازم تعرف انك عشان تحتل تفكير اي شخص في الوقت الحاضر لازم تنجح في انك تحتل تفكيره في المستقبل لازم تقول انت جزء من حياته ومن مخططاته فعشان تقدر تعمل ده لازم تعمل حاجتين اول حاجة هي انك تعرفه الحاجات اللي انت ناوي تعملها في المستقبل وتكون بتتكلم على الحاجات دي لكنه هو هيكون معاك فيها يعني مثلا لما تكون بتتكلم معاه حاول تفاهمه ان من الحاجات المهمة اللي انت بتخطط لها في المستقبل هو انك هتسافر وتروح للمكان الفلاني وتفاهمه انك هتكون مبسوط جدا لهو سافر معاك للمكان ده او مثلا حاول تفاهمه ان انت من الحاجات اللي بتخطط لها هو انك تكون مستقر في علاقة والعلاقة دي هتكون بالنسبة لك ممتعة جدا طالما او معك فيها او مع شخص بنفس صفاته يعني حاول ان انت تقول له على مخططاتك وبين له انه هيكون جزء من مخططاتك دي تاني حاجة عايزك تعملها وهي انك تسأله عن الحاجات اللي هو عايز يعملها في حياته او اللي بيتمنى انه يعملها وتحاول تعرفها وبعد ما تعرفها حاول على قد ما تقدر ان انت تفاهمه ان انت متشجعا جدا ان انت تعمل نفس الحاجات اللي هو بيتمنى انه يعملها يعني حاول ان انت تحط نفسك في مخططاته المستقبلية وتحطه هو كمان في مخططاتك المستقبلية لازم الشخص ده يربط مستقبله بيت لانه هو ده اللي بيخلي الناس دايما يكونوا متعلقين بمعنى انك لما تربط مستقبلك بشخص معين هتلاقي نفسك دايما الغزب عنك عايز انه يفضل في الحضر بتاعك هتلاقي نفسك دايما عايز تحافظ عليه هتلاقي نفسك حتى بقيت مقاوز جدا ميه عشان كده طلبت منك انك ما تعملش قبل الخطوة دي على اي شخص الا ازا كنت متأكد جدا انك عايزه من كل قلبك وعايز تكمل حياتك مع الشخص ده اما الخطوة الرابعة ودي من اهم الخطوات اللي للأسف فيناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها وهي انك ما تطلبش من الشخص ده حاجة يعني خليه هو يقدملك من تلقاء نفسه خليه هو اللي يكلمك من غير ما تطلب منه يسأل عن احوالك ويحاول انه يتقرب منك من نفسه يكن ان انت تغلط ويطلبه باي حاجة لازم هو اللي يقدملك هدايا من تلقاء نفسه لازم هو اللي يعرض عليك المساعدة من تلقاء نفسه وانت مهمتك الوحيدة هنا هو انك تقبل اي حاجة هو بيقدمها لك يعني عايز يتكلم معاك اقبل ده وحاول انك تتجاوب معاك عرض عليك انه ادي لك هدايا خدها منه عايز يعرض عليك مساعدة اقبلها منه اي حاجة يقدمها لك لازم تقبلها منه لانه كل الحاجات اللي هيعملها علشانك من تلقاء نفسه من غير ما تطلبها منه او تحاول تكبره على انه يعملها لك وتقوله كلمني ساعدني اعمل لي كذا لما تلاقي انه بقى يعمل لك حالك من تلقاء نفسه فهتلاقي ان الحاجات اللي بيعملها لك دي عبارة عن تضحيات منه تنازلات واي شخص لما بيضحي او لما بيتنازل فتلقايا بتتولد جواه رغبة قوية جدا في انه لازم ينجح العلاقة دي لانه مش هيبقى عايز ابدا انه يخسر التضحيات والتنازلات اللي هو الدماء فكل ما خليت الشخص اللي قدامك يضحي علشانك ويتنازل علشانك فهتلاقي انه تعلقه بيك زاد بشكل كبير جدا وهيكون من المستحيل انه يفكر يبعد عنك او يتخيل حياته من غيرك